بسم الله الرحمن الرحيم فيه سلاسل بتبقى متواجدة واحنا بنحب نشتغل بيها لرقتها والشكلها الحلو بتبقى نعمة جدا وشكلها كويس جدا بس الحل الوحيد في تركبها ان احنا نشتغل عليها بالقفل ده اللي هو القفل الصغير ده اللي هو قفل السايغ وكمان الزرد اللي بنشتغل بيه بيبقى الزردة دي طبعا هي مش بينة وبتبقى ضعيفة جدا حاولت اجيب زرد محمل للشغل ده مفيش غير ده عشان حتى يدخل كمان في الحلقة بيبقى ضعيف جدا طبعا انا اشتريت السلسلة زي كده السلسلة دي طول عمري كنت بحبها كنت بشوفها دايما عند الصيف في الدهب وكنت بحب شكلها لما لقيتها لما لقيت منها نحاس جبتها بصراحة هي مش محتاجة ان انا اعمل فيها شغل غير ان انا اقفلها على التصميم اللي انا عايزها سواء كنت عايز البسها سلسلة في الحوض اللي هي في الرقبة كده سلسلة صغيرة بتبقى حلوة جدا. آآ عايزة اعمل منها آآ خلخال تبقى حلوة آآ جدا. لو عايزة اعمل منها انسيال نفس الفكرة نفس الحكاية. انا طبعا هنا حاولت ان انا اشتغلها بالآآ بالخمات اللي هي اللي قلتلكو عليها. القفل الصغير ده اهو. طبعا ده مع الوقت زي ما انتم شايفين كده. بيبقى ابيض. يعني انا لو شغالة فضي تمام ما فيش مشكلة لكن انا لو النهاردة شغالة آآ بالدها بي اهو ده قبل ما اشتغله وده بعد ما لبستها يعني السلسلة دي المفروض دي لسه ما اشتغلتهاش ودي لبستها فترة. اهي حتى هي بتاخد لون شوية. الاكسادة بتاعتها بتبقى آآ اكتر شوية من السلاسل العادية. من السلاسل دي. من دي. لكن في اللبس حلوة جدا. فاحنا آآ هنعايزة اعمل برضو آآ نفس فكرة آآ ان انا بشغل السلك التمانية من عشرة في الحاجات اللي زي كده برضو. من الناس كانت بتسألني اعمل ايه بالسلك التمانية من عشرة آآ طبعا انا شغالة معاكم بقى لي فترة. بعمل منه آآ كزا حاجة. آآ من الحاجات دي ان انا لو عندي سلسلة اللي هي الرفيعة دي ممكن اركبه بالشكل ممكن اركبها آآ من خلال السلك ده. اقفل على السلك. اقفل على السلسلة دي. بالسلك التمانية من عشرة. هنا انا عامل ايه? جيت بدل الحلقة او الزرد اللي هي الرفيعة اللي انا عارفة ان هي هتكون مش متينة لان انا مش اقدر آآ 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 ابيعها العميل وانا شغال عليها بالشكل ده. انتو مع معرفش حتى الكاميرا آآ باينة في الكاميرا ولا لا اهو انا بحاول اقربها. رفيعة جدا. آآ الحلقة بتاعتها بتبقى فعلا رفيعة وما تنفعش معها الحلقة دي. فانا جيت عملت فكرة نمبر ايت اللي احنا دايما بنتكلم آآ عنها. وبقول لكم ان انا بشتغلها على الحاجات اللي هي. ينفع آآ اقفل بيها. او بشتغلها في الحاجات اللي زي كده. بتبقى متينة اكتر بكتير من الحلقات اللي زي دي. طبعا احنا نمبر ايت اشتغلناها كتير مع بعض. ليه ما اشتغلتش زردة بالسلك بتاعي بدل ما اشتغل او رقم تمانية الحلقة. الحلقة برضو بتاعتي هتفتح. انتو عارفين حتى لما كنا بنشتغل بالسلك الملي. السلك مرن جدا. مع الشغل آآ بيفتح. آآ يعني بيفتح لان هو بيبقى اللي مرنته ما بيبقاش قوي زي الزرد اللي هو الاصلي اللي احنا دايما بنشتريه من عند من عند بيع الاكسسورات. الحلقات بصراحة الزرد بتاحهم بيبقى في نسبة صلابة اكتر بكتير من السلك نفسه. عموما يعني. آآ والسلاسل برضو بتاعتهم برضو بتبقى اقوى. فانا جيت عملت رقم تمانية لان هي اقوى في الشغل ومتينة اكتر من الحلقة. آآ فتحها صعب شوية عن يعني لو تشدت هتبقى صعبة مش زي الحلقة. آآ دي طبعا احنا اشتغلناها كتير او مع بعض فبنعملها عاملها معاكو دلوقتي. آآ طبعا لازم انت شايفين حجمها قد ايه. احنا بنتحكم في حجم نمبر ايه دي يعني حاجة من من التشكيلات المهمة جدا في شغلنا. آآ لازم لما اجا اشتغلها اشتغل بالحجم المناسب للشغل بتاعي. فمش هاجي اشتغلها كبيرة او صغيرة. طبعا السلسلة اللي معايا النهاردة لازم اعمل ابسط او آآ ارفع رقم تمانية على قد مقدر اصغره. بالشكل ده احنا اشتغلناها طبعا كتير مع بعض اهو. بالشكل ده كده. آآ حابة اركب القفل ده. مفيش مشكلة. يعني القفل ده كويس. بس هو بيبيض بعد كده. او زي ما عملت نمبر ايت ممكن اعمل اصغر قفل. ممكن يتعمل. انا عامله هنا. آآ من الملي. يعني انا اشتغلت من الملي. القفل عشان يبقى متين اكتر. بصوا. ده الفرق بين التمانية من عشرة والملي. يا كاد لا يزكر او ما يتعرفش بس في الشغل بيبقى فعلا بيبان. ده ادخن الاتنين ملي دول بينين او فرقين في الشغل. يعني الملي استحالة هيخش في السلسلة دي. لكن اهو زي ما انتم شايفين التمانية من عشرة. آآ دخل في السلسلة بالشكل ده. وهقفل به عادي جدا. ممكن اعمل القفل من التمانية من عشرة برضو. او اعمل بقى في الوقت ده. انا طبعا عملت آآ حلقة اوسع. هعمل كده. وهركب القفل زي ما انا عايزة. وزي ما قلتلكم لو حابين تركبوا القفل الصغير. اللي هو ده. ممكن تركبوه في التوقيت ده. برضو في الناحية التانية. هركب آآ نمبر ايت وهقفل بيها آآ على القفل. في الوقت ده هعمل حلقة اكبر من حلقة. عشان تقدر تستوعب الدايرة دي آآ واقفل من خلالها بسهولة. طبعا السلسلة دي آآ الحلو فيها انها مش محتاجة ان انا اعمل فيها آآ تصميم او شغل. انا ممكن استغلها في في اللبس. يعني انا ممكن نلبسها سلسلة. كده اهو انا هقفلها بس كده. وهستخدمها سلسلة وهستخدمها انسيال وهستخدمها خلخال. آآ دي انا عاملها بالطول الصغير ده هتبقى سلسلة. ممكن نلفها لفتين على ايدي هتبقى انسيال. ممكن نلفها آآ خلخال. مش هتقول لا. بالعكس طبعا آآ لما بتلف لفتين او تلاتة بتبقى حلوة جدا. كايني عاملة آآ انسيال او خلخال آآ دورين او تلاتة. وابقى لبست السلسلة دي لاني فعلا شكلها حلو. وفي زيها طبعا حاجات تانية. آآ واشكال تانية حلوة جدا. آآ اللي هي بديل عن السلسلة التقليدية. لو انا حابة آآ قلبس طقم على بعضه آآ سلسلة وانسيال وآآ وخلخال طبعا. ما فيش مشكلة منها. انا دلوقتي عملت حلقة من نمبر ايد كبيرة وحلقة صغيرة عشان اقفل بها السلسلة الرفيعة بتاعتي. في منها برضو السلاسل السادة. يعني في اصلا شغل ما ينفعش غير مع السلسلة دي. آآ السلسلة السادة اللي هي من غير آآ من غير الحموصة دي. طبعا عشان ادخلها دلوقتي يبقى صعب. لكن الفكرة زي ما بقول لكم كده آآ ان شاء الله يعني انتم ربنا ينور لكم بصيرتكم. انا لازم اكون لابسة نضارة وحتى النضارة ما برتحش فيها. فانا هعمل كده اهي. هي بينة بس انا مش عارف هتحكم فيها. زي ما دخلت الناحية التانية. طبعا عشان كان قريب مني. زي ما انتم شايفين كده. اهي. هعمل برضو. هركب برضو دي. وهتبقى الناحية التانية اللي بقفل عليها. وهشتغل بسلسلتي عادي جدا. ممكن اجي زي ما قلت لكم ان انا هلفها لفتين او تلاتة. وهنقفل هيبقى الانسيال بالشكل ده. ويبقى انا استغليت آآ السلسلة عارفين الناس اللي هو مسلا. لسه بيبقوا في آآ اكسسورات وعايزين يعملوا اشكال حلوة او يلبسوا حاجات حلوة. ممكن السلاسل دي تعملهم شغل حلوة جدا. آآ في الكفوف اللي هي التف آآ انسيال خلخال سلسلة برضو. ممكن بس مجرد تركيبات. مش اكتر. لكن بتقف آآ نقطة ان الاجزاء اللي بنقفل بيها آآ مش متينة او مش آآ مش هتبقى آآ مقفلالي شغلي بشكل مزبوط هتفك مني زي ما قلنا كده. فهاجي آآ باستخدام السلك التمانية من عشرة. لاني انا آآ لما اكتشفت السلك التمانية من عشرة ده اللي هو اقل من واحد ملي. كنت بصراحة آآ بتحط في في المواقف دي. انا عايزة آآ اعمل زي مساعدة للناس اللي هي آآ لسه بتبتدي ومش عارفة آآ حاجة عن التمانية من عشرة في ناس كتير ما تعرفش عنه حاجة. فلما سألته ووصلت للاتخانات اللي هي اقل من واحد ملي. في حد كان بيسألني بيقول لي آآ هل السلك في اقل من النص ملي. فطبعا في اقل من نص ملي لو تاخدوا بالكم ان سلك الكهربا بيبتدي من آآ آآ الشعر. عارفين السلك الشعر اللي هو بيتقفل بيه على الكهربا. آآ ممكن يبقى آآ بيبتدي من سلك الشعر اللي هو آآ قد الشعراية. لغاية ما يوصل اللي شغلنا احنا بقى. اللي هو النص ملي. وكمان من بعد النص ملي بيتدرج برضو تدريجات صغيرة. اللي هي واحد ملي واحد ملي. لغاية ما يطلع لغاية آآ الواحد ملي. آآ اللي هو يعني يطلع من النص يبتدي يطلع بال بالملي. ستة سبعة تمانية. بالشكل ده لغاية ما يطلع للواحد الصحيح وبعدين الواحد ونص والكلام ده. بس كده آآ وانا كده بقى قفلت على السلسلة بتاعتي. بدل ما اقفل بال آآ بالقفل اللي هو بي بيغير لونه بعدين. بالشكل ده كده اهو. بالاستعانة بالسلك آآ تخانة التمانية من عشرة. حابين نقص قصه ونعملها آآ واحدة بس. انصية الواحد زي ما زي ما انتم حابين. آآ الحاجات كل ما كانت بسيطة ورقيقة بتبقى بصراحة نعمة جدا وشكلها آآ حلو. انا بحب الحاجات البسيطة زي ما الحاجات الكبيرة لها حلوتها. الحاجات البسيطة لها حلوتها. وبكده يبقى انا قفلت بشكل آمن جدا. اللون ما يتغيرش زي ما تغير معايا هنا. مش عارف انتو هتبقوا شايفين ولا لا? اهو. بصوا. هنا بالنحاس وهنا بالفضي. بالمعدن العادي اللي هو غير بعد كده. اهو. ودي كانت حاجة من الحاجات اللي احنا ممكن نشتغلها او آآ نستعين بيها بالسلك التمانية من عشرة. وده الواحد الميلي طبعا هيبقى انتو شايفين حتى هنا باين اهو الفرق. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة مفيد لناس كتير. وتقدروا تستفادوا من السلك اللي هو التمانية آآ من عشرة ده بالشكل ده. ومتشكرة اوليكم لمتابعتكم لو الفيديو عجبكم ياريت لايك للفيديو واللسه ما عملش اشتراك للقناة آآ اعمل اشتراك للقناة ان شاء الله هتستفد. ومتشكرة اوليكم ما تنسونيش من دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افادكم ولو عجبكم الفيديو ده ياريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناة واتنسون اشتراك عالو رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.